شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر وذلك ببمن الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة اليخوت السياحية في مصر وفي كلمته أعرب الفريق أسامة ربيع عن تطلعه لأن يثمر التعاون عن تكامل الجهود الوطنية نحو توطين صناعة اليخوت السياحية في مصر بما يتماشى مع توجهات الرئيس السيسي بالبحث عن مصادر جديدة لتنويع الدخل والاهتمام بسياحة اليخوت ومشاركة القطاع الخاص الوطني في المشروعات التنموية